ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعرى أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخفرى من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة أرجوك وافق من الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله إخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هياكم الله إلى اللقاء الثاني والثلاثين من برنامجنا مدارس السبت مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الأليف إلى اليوم لقاؤنا اليوم حول الحلقة التعقيبية التي عقدها الأستاذ رشيد للرد على بعض ما فاته في المناظرة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم مشكلة حقيقية واجهتني أثناء المناظرة وبعد المناظرة المشكلة أني أناظر شخصاً إعلامياً لا يملك أدوات البحث العلمي يهرف بما يعرف وما لا يعرف لأنه يخاطب جمهوراً من الرعاع الذين لن يسألونه عما يقول وعما ينثر من أقوال ثاذجة نعم هذه هي مشكلتي مع الأستاذ رشيد أثناء المناظرة وبعد المناظرة كان يتساءل إذا كانت هناك نبوآت عن محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس لماذا لم يحضر لهم الكتاب المقدس محمد صلى الله عليه وسلم ويخبرهم انظروا إشعيا كان يتحدث عنه في الإصحاح 15 في الفقرة 32 وهكذا يرى أن مهمة الأنبياء هي مثل هذه التفاصيل لا يدري أن هذا الموضوع أصلاً ليس محل اهتمام المسلمين لسبب بسيط لأن هذه النبوآت إنما أخبر الله عنها في كتابه التوراة في كتابه الإنجيل وليس في كتابكم المقدس والموجود في كتابكم ما هو إلا بقايا محاطة بالكثير والكثير من التحريف بل حتى النصوص التي كنت أن تزع منها البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم كان التحريف يكاد يطمس كل كلمة فيها لذلك لم يكن هذا من واجب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن يخبر أن الله قد أخبر عنه في توراته وأن الله قد أخبر عنه في إنجيله يكفي أن يخبر بأن هناك بقايا من هذا الحق موجودة في كتبهم وهنا تأتي مهمة الأتباع من العلماء أن يستخرجوا هذه النبوآت أو أن يستخرجوا ما تبقى من الحق لكن في المقابل المسيح عليه الصلاة والسلام زعم كتابك المقدس أنه تحدثت عنه التورات والمزامير وكتب الأنبياء فهل تراه حدد لأتباعه الأماكن التي تنبأت عنه عليه الصلاة والسلام لنستمع إلى الأستاذ رشيد المسيح يقول لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني 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 يا من تدعي أنه لم يقل بأنه المسيح عني فينا موسى موسى والأنبياء والمزامير هل قاد المسيح تلاميذه إلى رحلة التيه حين أخبرهم بأنه مذكور عنه في التوراة سواء استخدم كلمة التوراة أو استخدم المزامير والأنبياء والناموس هل أخبرهم أين تحدث عنه ناموس موسى قال لهم مثلا في التثنية 18 لا ما قال هل أخبرهم بأن سفر المزامير في المزمور 22 تنبأ عن صلبه لا لم يقل هذا كل هذا إنما فعلتموه أنتم من بعد المسيح المسيح قال معلومة عامة ولم يكلف نفسه أن يشرح لكم بالتفصيل أو شرح لكم ولم تنقلوه لنا ثم جئتم تخبروننا بأن المسيح قد تنبأ عنه الكتاب المقدس في عهده القديم في 300 نبوة هل المسيح أشار إليها؟ الحقيقة في عندي نموذج من إشارات المسيح أود أن أعرضه عليكم في النص الذي قرأه الأستاذ رشيد بعد مباشرة هناك نموذج المسيح يخبر أن هناك نصا توراتيا كان يدل عليه فدعونا نبحث هل هذا النص الذي يشير إليه يسوع بحسب الكتاب المقدس هل كان نبوة عن المسيح عليه الصلاة والسلام بداية الأستاذ طوش راسي هو يقول هناك أمران اثنان ينبغي أن تراعيهما أولا السياق 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 ثانيا ما يقوله المفسرون في هذا الموقف دعونا هنا نعرض هذا القول على السياق لنرى حين استل يسوع هذا النص المقدس من الكتاب المقدس من العهد القديم هل راع السياق أم أنه تصرف في السياق هل كان السياق نبوة مستقبلية أم لم يكن كذلك هل كان نبوة عنه هل ذكر اسمه كما كان يطالبني بالنبوة التي تذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم وكأنه لفرط سذاجته وسطحيته لا يرى أن النبوة نبوة إلا إذا ذكرت محمد صلى الله عليه وسلم بالاسم وهو الذي يؤمن بأنه توجد ثلاثمائة نبوة عن يسوع في العهد القديم ليس فيها واحدة ذكرت اسمه الشريء صلى الله عليه وسلم المسيح يقول لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني 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 يا من تدعي أنه لم يقل بأنه المسيح عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير نبدأ بالنص الذي استشهد به الأستاذ رشيد المسيح يقول لتلاميذه لا بد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير هل حدد لهم مواضعه؟ أقول لك لا لم يحدد لماذا تريد من محمد صلى الله عليه وسلم أن يحدد المواضع التي تحدثت عنه في كتاب محرف مزور ولا تطلب هذا من يسور بالمناسبة مدام أنت برأيك بأنه قد حدد ما رأيك أن تناظرا في موضوع هل تنبأ المزامير عن يسور؟ أتحداك؟ 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 وأقولها لك بملء فيه لا تجرؤ على الموافقة على هذا الموضوع ولا على غيره من الموضوعات المتعلقة بدينك فأنت تعلم الخواء العلمي الذي يصاحبك والذي أيضا بني عليه دينك لذلك أنت لا تجرؤ على هذا تجرؤ أن تناظرني عن محمد صلى الله عليه وسلم تجرؤ أن تناظرني عن المسيح في القرآن الكريم لكنك لا تجرؤ أبدا على المناظرة في موضوع يخص دينك أولا لأنك تعلم أنك أجوى الأمر الثاني أنك تعلم أن دينك مبني على خواء نكمل النص يقول بأن المسيح بعد أن أخبرهم بأنه مذكور عنه في كتب الأنبياء قال لهم هكذا هو مكتوب كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث يقول مكتوب عني في التوراة أن المسيح سيتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث طيب نرجع إلى التوراة لنرى أين تحدثت التوراة عن المسيح الذي يتألم ويقوم دعونا نرجع إلى التوراة لنرى أين تحدثت التوراة عن المسيح الذي يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث هل أخبرهم في أين؟ في سفر إشعية؟ في سفر هوشع؟ في أي مكان؟ لم يخبرهم تركهم يبحثون بدأوا رحلة التيه كما يسميها الأستاذ رشي فوصلوا إلى سفر هوشع في الإصحاح السادس فقالوا لنا هذا هو النص الذي تحدث عنه يسوع لاحظوا أن النص الذي حكى عنه المسيح يقول كان ينبغي أن المسيح يتألم هذه معلومتين أنها حديث عن المسيح اتنين يتألم ثلاثة ويقوم من الأموات في اليوم الثالث دعونا نرى ما يقوله سفر هوشع الذي زعموا أن النبوءة كانت عنه أولا نقرأ العنوان لنرى هل كان المسيح يراعي السياق؟ هل كان النص نبوءة عن المسيح الذي يتألم؟ أم عن شيء آخر؟ شعب إسرائيل غير التائف إذن الحديث ليس عن المسيح الحديث عن شعب إسرائيل طبعا ما قبله ومبادئ كل حديث عن شعب بني إسرائيل هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا الرب هو الذي عذبنا وأخذنا إلى سبي بابل وصلط علينا الأشرار فيشفينا ضرب هو الذي ضربنا به تلك المآسي فيجبرنا يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه لنعرف فلنتبع فلنعرف وجه الرب فلنتتبع لنعرف وجه الرب ثم يقول خروجه يقير كالفجر يأتي إلينا كالمطر إلى آخره ماذا أصنع بك يا أفرايم؟ ماذا أصنع بك يا يهوذ إلى آخره إلى آخره دعوني أسألكم بصدق هل النص هنا يتحدث عن المسيح؟ هل حقق ما ذكره يسوع ينبغي أن المسيح يتألم؟ الحديث ليس عن المسيح الحديث عن شعب إسرائيل لكن وجدوا أن هناك عبارة يقوم من الأموات في اليوم الثالث وجدوا أن هنا لدينا نصا يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه طيب ما قبله؟ شعب إسرائيل غير مهم هلما نرجع إلى الرب لأنه هو افترس فيشفينا حديث عن ضلال بني إسرائيل ودعوى لهم للتوبة الرجوع إلى الرب هذا لا يهم ضربنا الرب فيجبرنا ما عندهم مشكلة أبدا أبدا يتركون السياق ولا يهتمون به الحديث عن شخص أو عن شعب ضربه الرب افترسه الرب شعب ينبغي أن يرجع إلى الرب طيب إيش اللي عجبهم من النص؟ هذه العبارة يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه إذن النبوء غير صحيحة النبوء فقط فيها هذه الثلاث كلمات يقوم من الأموات في اليوم الثالث هذه موجودة بالفعل هنا في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه يسوع بحسب الكتاب المقدس لم يراعي السياق دعونا نرى ماذا يقوله المفسرون لأن الأستاذ رشيد مهتم جدا بما يقوله المفسرون هو يريد أن يحاكمني إلى كتابه المحرف وإلى تفسيرات علمائه المنحازة إلى كتابه المحرف هنا نبدأ بسفر يونان النبي بحسب تادرس يعقوب موت يخبرنا فيقول ورمز لمدة السبي بثلاثة أيام يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه لاحظوا أن النص كله يتحدث عن مين عن سور بابل عن الشعب الذي أخذه نبوخ النصر الحديث ليس عن المسيح عليه الصلاة والسلام الحديث عن شعب إسرائيل غير التائب هذا الشعب سيتعرض للسبي لمدة ثلاثة أيام بمعنى ثلاثة فترات زمنية ثم بعد ذلك يبشر الشعب بخلاصه من هذا السبي إذن هذا مفسر أول يخبرنا أن الموضوع لا علاقة له بالمسيح عليه الصلاة والسلام إنما يتحدث عن سبي بابل المعجم اللاهوتي لعدد من العلماء المسيحيين يقول قيامة شعب إسرائيل هذا النص يتحدث عن قيامة شعب إسرائيل يتحدث عن شعب بني إسرائيل الجماعي وما يتعرض له من اضطهاد وما يرجى له من رجع لكنه إذا ما اهتدى نص يقول يرجع إلى الله إذا ما اهتدى أفلا يعيده الرب إلى الحياة فلما نرجع إلى الرب يحيينا بعد يومين وفي اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه يقول هذا ليس مجرد أمني هذه مواعيد نبوية من الله عز وجل إذا أنتم رجعتم إلى الله تبارك وتعالى فإن الله سيخلصكم بعد محنة السبي وسيقيم شعبه كما تعاد العظام اليابسة إلى الحياة إذن هذا مصدر مسيحي آخر يخبرنا أن النص كان يتحدث عن سبي باب ولم يكن يتحدث عن يسر طيب من أين أتى الأستاذ رشيد والعلماء المسيحيين باعتبار هذا النص نبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام الحقيقة هذا هو مبدأ تفسيري لا تجده إلا عند المسيحيين مبدأ الطبولوجي الطبولوجي هو العلم الذي لم يسمع به الأستاذ رشيد حمابي هذه أهم مبدأ هو الصياق هو يقول كيف الصياق لالتزام بصياق الآيات هذا واحد من أهم المبادئ في التفسير في حين كان الأستاذ رشيد يطالبني بالصياق يظهر لنا علم يعترف به جميع المسيحيين علم الطبولوجي العلم الذي مارسه يسوع الكتاب المقدس حينما أحال على سفر هوشع سفر هوشع لا علاقة له بالمسيح عليه الصلاة والسلام علم الطبولوجي هو طريقة في فهم الكتاب المقدس تجعلك قادرا على جعل أي نصف العهد القديم أي نصف العهد القديم تستطيع أن تجعله نبوءة عن يسوع عليه الصلاة والسلام علم الطبولوجي أو علم المثال ماذا يعرف الأستاذ رشيد عن علم الطبولوجي وهو الذي يطالبني باحترام السياق بينما يقوم علم الطبولوجي على تجاوز المثال هناك ما يسميه العلماء بالتفسير الرمزي وهناك ما يسمونه بالتفسير المثالي النموذجي هناك مثال نموذج جاء في العهد القديم يدل على شيء في العهد الجديد ما يهمنا الآن أن نتحدث عن الطبولوجي علم المثال يقول هو التدليل المسبق إلى المسيح أو الكنيسة في أحداث وشخصيات العهد القديم هناك أحداث وقعت في العهد القديم لكن هذه كانت مثالا نموذجا لما سيقع في عهد النعمة أو العهد الجديد إما أنها حديث عن المسيح أو أنها حديث عن الكنيسة مثلا رأى يونان رأى المسيح في يونان مثالا لقيامته يونان قصة قديمة حصرت في العهد القديم قصة تاريخية لكن العهد الجديد جعل يونان مثالا للمسيح عليه الصلاة والسلام هكذا كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ريال يكون ابن الإنسان في بطن الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ريال فاعتبره مثالا مثالا للمسيح القادم الفرق بين المثال والرمز هو أن المثال له جذوره التاريخية بينما الرمز هو يتحدث عن قضية تجريدية نظرية مثل رمز الكرمة، رمز أورشليم، رمز صهيون أو صهيون هذا رمز مجرد رمز لكن هنا الحديث في المثال عن حدث كان في العهد القديم الحقيقة يا أستاذ رشيد في كتاب مهم كان ينبغي أن تطلع عليه هذا الكتاب الصغير يفيدك في فهم الكتاب المقدس هي بلتجة بلتجة فكرية يعني كل لقب عجبنا ناخده نعطيه لمحمد هذا الكتاب الصغير تحتاجه جدا يا أستاذ رشيد الكتاب عنوانه الكتاب المقدس أسلوب تفسيره السليم وفقا لفكر الآباء القوي للدكتور الشماس إيميل ماهر إسحى كتاب أقل من مئة صفحة إذا كنت عاجزا عن قراءة المطولات فأنصحك باقتناء هذا الكتاب وقراءته حينها لن تعود إلى الحديث عن السياق لن تقول لمناظرك ارجع إلى السياق لأنه سيعلمك أن هناك نوعا من أنواع التفسير اسمه التفسير الطيبولوجي التفسير الذي بحسب هذا الدكتور كان يمارسه يسوع مارسه بولوس مارسه الآباء الأول يعرض لنا الدكتور إيميل بأن أثنى ثيوت التقط عبارة من سفر إشعية فجعلها حديثا عن المسيح نبوء عن المسيح فهو يشرح الجمرة التي التقطها واحد من السرافين من على المذبح في إشعية ستة على اعتبار أنها تمثل جوهر لاهوت المسيح وجسد المسيح خلينا نرجع لما جاء في إشعية لنرى هذه النبوء التي تحدثت عن يسوع هذه رؤية رآها النبي يقول لأن عيني قد رأتا الملك رب الجنود فطار إلي واحد من السرافين واحد من الملائكة وبيده جمرة أخذها بملقة من على المذبح طيب الآن أريد أن أسأل هل هناك حديث هنا عن يسوع لا يوجد حديث عن يسوع لا في أول النص ولا في آخره ولا في تابعه ولا في أي علاقة النص يقول أنا نايم شفت بالمنام إنه واحد من الملائكة ذهب إلى المذبح وأخذ جمرة منه بملقة وأتى بها إليه هذا وين علاقة بيسوع لا علاقة له بيسوع طيب كيف فهم هذا النص أثنى ثيوف يقول الجمرة التي التقطها واحد من السرافين من على المذبح تمثل جوهر لهوت المسيح وجسد المسيح هل هناك في النص ما يتحدث عن المسيح ملائك أخذ جمرة ومس بها فم النبي إشاير ما علاقة يسوع في هذا الموضوع لا علاقة له لكن مع ذلك أثنى ثيوف القديس الرسولي استطاع أن يحولها إلى نبوءة تتحدث عن لاهوت المسيح وتتحدث عن جسد المسيح لماذا؟ إنه العلم الذي لا يعرفه الأستاذ فاشيد علم الطيبولوجي خلينا نشوف نموذج آخر من الطيبولوجي ما يقوله سفر نشيد الإنشاء دعونا نبدأ من هنا صرة المري حبيبي لي بين ثديي يبيت هذا من تقوله العروس يجيبها العريس ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جبيلة عيناك حمامتان تجيبه العروس ها أنت جميل يا حبيبي وحل وسريرنا أخطر كيف فقه العلماء المسيحيون هذا الخطاب والتداول الحديث بين العروس والعريس يقولنا الدكتور إيميل وأما تفسيره أظن الحديث عن هيبوليتس إذا ما أنا غلطان وأما تفسيره لسفر نشيد الأناشيد فهو أقدم تفسير مسيحي معروف لدينا لهذا السفر أقدم تفسير مسيحي هو هذا التفسير ويجعل العريس والعروس فيه مثالا للمسيح والكنيسة العريس هو المسيح والعروس هي الكنيسة بينما كان هناك مفسرين يهود يرونه حديث بين يهوى وإسرائيل إذن المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس الآن نقرأ النص مرة أخرى لنفهم النص وفق منهج الطيبولوجي الكنيسة تقول للمسيح سرة المر حبيب المسيح لي بين ثديي يبيت طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عيني جديد فيجيبها المسيح يجيب الكنيسة يقول ها أنت جميلة يا حبيبتي ها أنت جميلة عيناك حمامتان الكنيسة تجيب المسيح ها أنت جميل يا حبيبي وحلو وسريرنا أخضر طبعا سريرنا أخضر هذه أكيد عن اللاهوتين بدعوا فيها وهم يتحدثون عن سريرنا اللي هو المحبة واللي هو المحبة والمحبة والمحبة هذا نموذج مضحك للطيبولوجي الحديث ليس فيه أي علاقة لا عن المسيح ولا عن الكنيسة ولا حتى عما قاله اليهود يهوى وإسرائيل الحديث هو عبارة عن حب بين حبيب وحبيبته بين سليمان وشلميت كما ورد النص في سفر نشيد الأناشي لكن لما وجدوا أن النص قبيح وفيه إيحاءات جنسية حاولوا التخلص من هذه الإيحاءات بتحويله إلى طيبولوجي أو تحويله إلى رمز بين ثديي يبيت بدل ما الواحد يسرح في باله أن الحديث عن رجل يبيت بين ثديي امرأة عروسته قال لها لا المسيح يبيت بين ثديي الكنيسة إيش معنى ثديي الكنيسة؟ واحد يقول هو قباب الكنيسة يعني يبيت بين قباب الكنيسة هناك صور مضحكة للتفسير الطيبولوجي لا تعد ولا تحصى هذا كان واحدا منها هذه أهم مبدأ هو الصياق هو يقول كيف الصياق لالتزام بصياق الآيات هذا واحد من أهم المبادئ في التفسير الدكتور إيميل في كتابه يتحدث عن الرموز وعن الطيبولوجي ويقدم لنا نماذج منه ويخبرنا أن هذه النماذج أصيلة التفسير الطيبولوجي تفسير أصيل معتمد من قبل الكنائس وأيضا معتمد من قبل يسوع وبولوس يقول الرموز التي تشير فيه إلى المسيح والعذراء والكنيسة هناك رموز في العهد القديم تشير إلى المسيح إلى العذراء إلى الكنيسة ما هي هذه الرموز؟ الخيمة إذا سمعت الخيمة فالحديث عن الكنيسة التابوت الحديث عن العذراء التي في داخلها المسيح المائدة ما أدري عد ماذا تقول هي المسيح ولا الكنيسة ولا العذراء المنارة مذبح البخور الشورى قصط المن عصى هارون مذبح المحرقة المرحضة الذبائح بأنواعها الأعياد الفلك السلم الذي رآه يعقوب الحية النحاسية الصخرة الباب المتجه إلى المشرق الذي رآه حزقيال كل واحدة من هذه هي في الحقيقة رمز يشير إلى يسوع أو إلى العذراء أو إلى الكنيسة طبعا هذه أحداث تاريخية لا علاقة لها ومواضع جغرافية لا علاقة لها البتة لا بيسوع ولا بالكنيسة ولا بشيء لكن من الممكن تفسير كل ذلك تفسير كل ذلك طبولوجيا وفقا لاعتماد الكتاب نفسه منهج التفسير الطبولوجي الكتاب المقدس نفسه اعتمد هذا المنهج فبالتالي كل هذا الذي ترونه من الممكن أن يصبح نبوءات عن المسيح عليه الصلاة والسلام ثم يقول لنا هناك أيضا رموز غير الطبولوجي هناك التفسير الرمزي شخصيات بعض قديسي العهد القديم آدم هابيل ملكي صادق إسحاق يوسف موسى يشوع بوعز العريس في سفر النشيد المرت معنا باعتبار أن كل منهم هو مثال المسيح كل من هؤلاء كان مثالا طبولوجيا عن المسيح عليه الصلاة والسلام لذلك مجرد ما تقرأ قصة عن آدم هي في الحقيقة عن آدم تاريخيا عن آدم لكن أيضا هي نبوءة عن يسور حينما تقرأ عن ملكي صادق فأنت تقرأ عن شخصية تاريخية لكن هذه الشخصية عبارة عن مثال نموذج لما هو آت للمسيح عليه الصلاة والسلام وهكذا تصبح كل شخصيات الكتاب المقدس إنما هي أمثلة ونماذج طبولوجية من الممكن أن تدلنا على يسور لدي هنا واحد من هؤلاء الطبولوجيين القم السيرجيوس له كتاب هل تنبأت التوراة عن يسور الرجل تقريبا مات من خمسين سنة يقول المسيح صاطع في كل الكتاب المقدس في إشراق دائم في كل الكتاب المقدس ليس كالشمس تغيب عن نصف النهار عن نصف الأرض ليلا ليس في التوراة أو كتب الأنبياء جزء تغرب عنه شمس المسيح ما في أبدا أبدا مكان تقرأ فيه في التوراة لا تجد فيه حديثا عن المسيح يشع اسمه اسمه وشخصه وصفاته وأعماله وظروفه وأحواله في التوراة وفي كتب الأنبياء وفي ثنايا سطورها نجد المسيح في كل جملة أي جملة تفتحم التوراة ستجد فيها حديثا عن المسيح وفي كل إصحاح وفي كل سفر من أسفارها وما حروفها وكلماتها إلا خطوطا وأظلالا ظل لصورة المسيح المجيد في كل سطر في كل جملة ستجد نبوءة طبولوجية عن المسيح عليه الصلاة والسلام يضيف سرجيوس نحن المسيحيين لا نهتم أين نفتح التوراة وكتب الأنبياء لنجد الكلام عن المسيح لسنا بحاجة إلى التفسير التفسير الذي طالبتني فيه لسنا بحاجة أن نقف أمام علماء التوراة من اليهود ليدلون على المسيح في كتبهم لأنه ساطع فيها كما تصطع الشمس على العالم ولا يمكن لليهود أن يخفوه عنا أو يخفو دلائله والشمس ليس لها دليل بل هي دليل لذاتها على وجودها لا نحتاج إلى المفسرين لا نحتاج إلى أحد لدينا منهج الطبولوجي الذي يكفي ليدلنا على وجود المسيح في كل جملة في كل إصحاء لاحظوا في كل جملة هذه ليست مني بل هي من الرجل نجد المسيح في كل جملة في كل إصحاء أينما فتحت في التوراة ستجد حديثا عن المسيح هذا الحديث قد لا يكون مباشرا لكنه وفق منهج الطبولوجي يحول كل نص إلى نبوءة عن المسيح ثم يأتي أحدهم ممن لم يقرأ ولا حتى كتاب صغير في العلم ليسأل أين هو السياق الذي استخرجتم منه النبوءات عن يسوع بالطبع أنا لم ألجأ إلى الطبولوجي وإن كنت بصراحة أخطط في مناظرة أخرى أناظر فيها في موضوع البشارات أن تكون وفق منهج الطبولوجي الزائف هذا لأستخرج نبوءات عن محمد صلى الله عليه وسلم وهناك أيضا من يطلب مني أن أستخرج نبوءات عن منقل السقار من الكتاب المقدس وفق منهج الطبولوجي الزائف هذه أهم مبدأ هو الصياق هو يقول كيف الصياق لالتزام بصياق الآيات هذا واحد من أهم المبادئ في التفسير نعود مرة أخرى إلى الدكتور إيميل وهو يقدم لنا شرحا مسهبا عن الطبولوجي وعن أصالة هذا الطبولوجي الذي سنراه في العهد الجديد مثلا الإنجليون نفسهم مارسوا الطبولوجي بولوس بولوس رأى حديثا في التوراة عن أن بني إسرائيل هم هربانين إلى البحر الأحمر مروا تحت سحابة فأمطرت عليه هنا قال هذا حديث عن المعمودية سحابة مر تحتها بني إسرائيل هذا حديث عن المعمودية مثلا كانوا عطشانين مروا على صخرة فوجدوا فيها ماء الصخرة التي شربوا منها هذه كان الطبولوجي مثالا للمسيح عليه الصلاة والسلام إذن المعمودية والمسيح موجودين في التوراة هل هذا يعقل؟ هل هناك علاقة بين النص التوراة وبين يسوع؟ هل هناك علاقة بالسياق يا أستاذ رشيد؟ يقيني أنك لم تسمع بهذا الطبولوجي هناك نوع آخر من التفسير لن نسب بالحديث عنه في هذه المرة الحديث عن كمال المعنى طريقة أخرى غير الطبولوجي النص يتحدث عن موضوع يقصد منه كاتبه أمرا معينا فيقول العلماء نعم هذا ما قصده الكاتب المقدس في التوراة لكن بإمكاننا نحن أن نكمل المعنى أن نكمل المعنى بشيء لم يقصده المؤلف الأصلي لأننا نرى أن هناك معاني من الممكن نحن أن نستخرجها من النص ولو لم يعرفها المؤلف الأصلي اللي هو موسى عليه السلام أو داود عليه الصلاة والسلام يسمونه المعنى الكامل يقول مثلا خروف الفصح خروف الفصح كان يذبحه بن إسرائيل بكل عيد فصح بإمكاننا أن نعتبر يسوع هو خروف الفصح ونعتبر هذا الخروف هو كان في الحقيقة رمزا عن يسوع طيب الفلك في عهد نوح عليه الصلاة والسلام السفينة التي ركب فيها الناس ليأمنوا من الطفا يقول هو طوبولوجي للمعمودية فكما أن الفلك خلص الناس في زمن نوح كذلك المعمودية تخلصنا في العهد الجديد فبالتالي عندما تقرأ في التوراة عن الفلك فأنت في الحقيقة إنما تقرأ إشارة عن مستقبل عن المعمودية يحدثنا الدكتور إيميل فيقول أكل مندس الروماني من بعد تلاميذ المسيح أيضا كان يتحدث عن الطوبولوجي انظروا من أين يستلون النبوءة وكيف يستخرجون الرمز والمثال عن المسيح عليه الصلاة والسلام يقول نقرأ في التوراة حديث عن خيط راحاب القرمزي اللي هو الأحمق هناك زانية أجلكم الله تحترف البغاء ساعدت بني إسرائيل في دخول أريحة في مقابل ذلك أعطوها أمانا لها ولأهلها أنهم لن يقتلوها فعندما دخل بني إسرائيل طبعا أعطت جاسوسين لكن عندما دخل بني إسرائيل قتلوا كل سكان أريحة ما عدا هذه الزانية ومن يلوذ بها كما تذكر التوراة المهم لما آوت الجاسوسين الجاسوسين قالوا لها ماذا تريدين لأنك أنت آويتين وحميتين من قومك قالت أريد الأمان لقومك طيب قال غرص لك الأمان قال طيب علامة يعني أريد علامة تستدلون بها على أهلي فاتفقوا على أن تضع خيطا أحمر على باب بيتها فإذا جاء بني إسرائيل قتلوا كل سكان أريحة ما عدا رحاب الزاني هذا الخيط الأحمر هذا في الحقيقة رمز للفداء بدم المسيح من الذي يقول هذا انظروا خيط راحاب القرمزي كرمز للفداء بدم المسيح لكنه لا يتخلى في نفس الوقت عن المعنى الحرفي هناك معنى حرفي تاريخي لكن أيضا كان هذا الخيط الأحمر نموذجا نموذجا للفداء نقرأ النصف التوراة لنار السياق يا أستاذ رشيد هل له علاقة للمسيح؟ المهم قال لها الرجلان الجاسوسان نحن بريئان من يمينك هذه الذي حلفتنا بها هوذا نحن نأتي إلى الأرض فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في الكوة التي أنزلتنا منها اربطي حتى نراه إذا أتينا وغزونا الأرض فقالت هو هكذا حسب كلامكما وصرفتهما فذهبا وربطت حبل القرمز في الكوة إذن عبارة عن حبل عادي ربطته من أجل أن يعرفه بن إسرائيل إذا دخلوا فلا ينفذون مذبحة في راحاب الزاق فعلى ماذا يدل لون الحبل الأحمر القرمز يقول خيط راحاب القرمزي كرمز للفداء بدم المسيح لون دم المسيح أحمر وخيط راحاب أحمر إذن هذا كان رمزا لهذا مع أن المسيح لم تسل منه قطرة دم إلا بعد وفاته بحسب الإنجيل لكن مع ذلك دائما يتحدثون عن الوفاة بدم يسوع عن الخلاص بدم يسوع بدم يسوع بدم يسوع مع أن دم يسوع لم يسل بحسب الكتاب المقدس إلا بعد موته فالمفروض أنهم خلصوا من غير دم المسيح لكن حبهم للدم ليس له مثيل المهم خيط راحاب الزانية هو في الحقيقة كان رمزا للفداء وفق منهج الطوبولوجي ثم يأتي إعلامي لا يعرف شيئا عن هذا المنهج ليحدثنا ويطالبنا بالعودة إلى السياق ونحن نستخرج النبوآت عن محمد صلى الله عليه وسلم الدكتور إيميل يعلمك يا أستاذ بأن هناك أي كلمة تسمعها لها أربع دلالات لها أربع أنواع من الدلالات مثلا مدينة أرشليم صهيون بابل إلى غير ذلك هذه لها أربع معاني طبعا الإعلاميون والناس البسطاء والسذج لا يفهمون إلا معنى واحد اللي هو المعنى الحرفي التاريخي يضرب لنا مثال بأرشليم بعد أنت تستطيع أن تقولها عن صهيون وتستطيع أن تقولها عن غيرها من الأسماء والقصص التي تمر عليك في التوراة على المستوى الحرفي التاريخي يقصد بها مدينة أرشليم الأرضية وهذا الذي تحدث عنه الأستاذ رشيد في المناظرة يقرأ أرشليم فلا يفهم منها إلا المعنى الحرفي التاريخي هذا ما يفهمه عوام النص على المستوى الأخلاقي والنفسي يقصد بأرشليم نفس المؤمن عندما تقرأ أرشليم هناك معنى أبعد من المعنى الحرفي وهو الأخلاقي النفسي المقصود بأرشليم التي يحبها الله ليس مدينة أرشليم المقصود نفس المؤمن باعتبارها مدينة الملك العظيم هذه مدينة الله نفسك أيها المؤمن هي مدينة الله طيب في عندنا معنى ثالث أرقى على المستوى الروحي الطوبولوجي يقصد بها الكنيسة حينما تقرأ عن تعظيم لأرشليم لا تفهم أن الحديث عن قطعة في فلسطين اسم أرشليم لا 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 القضية لها بعد آخر حديث طوبولوجي عن الكنيسة فالمقصود بأرشليم هو الكنيسة أنا حينما قرأته في كتب تادرسي عقوب ملطي عشرات المواضع يتحدث فيها بأن أرشليم تعني الكنيسة هناك معنى رابع أنا الحقيقة لا أفهمهم يقول الأنجوجي السري ويقصد بها أرشليم السمائية أرشليم اللي موجودة في السماء اللي هي في العالم الآخر لكن أنا في الحقيقة لا أفهم ما هو التفسير الأنجوجي السري حتى الآن لم أطلع عليه طيب هذا نموذج يا أستاذ لطريقة فهم كلمة بابل صهيون إلى غير ذلك فعندما يأتي إعلامي لم يتعلم هذه الطرائق في التفسير يريد أن يفهمها مع معنى الحرف التاريخي الذي يفهمه السدج والعوام من الناس ولا يفقه أن هناك معاني في التفسير أبعد مما يعلمه دهماء الناس هذه أهم مبدأ هو الصياق هو يقول كيف الصياق لالتزام بصياق الآيات هذا واحد من أهم المبادئ في التفسير أكيد مرة عليك يا أستاذ رشيد قصة شمشون الجبار البطل ذو الشعر الطويل الذي يستطيع أن يسقط بناء بيديه العاريتين الذي يقطع الأسد ويشقه بيديه التي ليس فيهما سلاح هذا البطل في قصته يجد العلماء الإنجليون العلماء المسيحيون يجدون دلالات طوبولوجية هائلة تدل على المسيح عليه الصلاة والسلام هم لا ينكرون أن القصة حصلت تاريخيا في زمن القضاء لكن هم يقولون في أحداث هذه القصة هناك رموز هناك مثال هناك طوبولوجي يتحدث عن المسيح لكن من الذي يفق هذا الطوبولوجي؟ العلماء أما الإعلاميون السطحيون فلا يستطيعون فهم هذه العبارات دعنا نقرأ هذا النص مثلا شمشون أراد أن يتزوج من امرأة فلسطينية شمشون قاضي من قضاة بني إسرائيل فنزل إلى مدينة تمنة هو وأبو أمه من أجل أن يخطبوه وأتوا إلى كروم تمنة هم في الطريق مروا بشبل أسد يزمجر للقائه فحل عليه روح الرب فشق الأسد كشق الجديد شقه قصمين وليس في يده شيء ثم نزل وراح ورجع هو راجع مر على الأسد ليرى رمة الأسد ليرى جثة الأسد وإذا دبر من النحل في جوف الأسد مع أسد وجد في جيفة الأسد اللي ميت من يومين وجد إيش؟ وجد عسلا صافيا فأخذه وأكله لاحظ هذه القصة هي هكذا تعرضها التوراة هذه القصة في الحقيقة طوبولوجي كان يتحدث عن المسيح العلماء يرون فيها رمزا للمسيح عليه الصلاة والسلام تادس يعقوب منطي وهو يتحدث في سفر القضاة يقول يعلق القديس أغسطين على زواج شمشون من هذه المرأة الوثنية وعن الوليمة وعن الفزورة اللي عملوا مياها فيقول الزانية التي تزوجها شمشون هي الكنيسة طبعا قصة الزانية لم تلد هنا وردت في الأصحاح 16 أنه مر على زانية ففجر بها بعد أن حل عليه روح الرب وعمل العمايل هادي قضى ليلته مع امرأة زانية يقول قصة هذه المرأة الزانية هي لم يتزوجها شمشون إنما نزل وعاش معها اللي في الأصحاح 16 الزانية التي تزوجها شمشون هي الكنيسة الزانية تصبح رمزا للكنيسة نعود إلى موضوع السؤال الذي أضمر فيه الكلمات عندما قال لهم قالهم بدي أقول لكم فزورة للفيصينيين من الآكل خرج أكل ومن الجاف خرجت حلاوة ما هي هذه الفزورة حزروها إذا حزرتوها لكم كذا وإذا ما حزرتوها قتل منهم ثلاثين واحد طيب ما هو الفزورة إنه مر على مر على الأسد وهو ميت وأخذ منه عسدا فهم كان لازم يعفوا هذه الفزورة ولما ما عرفوها خسروا ثلاثين من رجالهم ماذا يعني هذا ماذا يعني هذا إلا السيد المسيح نفسه القائم من الأموال هذه الفزورة في الحقيقة لها دلالة رمزية انظروا إليها هنا في النص من جوف الأسد أخذ العسل طيب وكذلك المسيح عليه الصلاة والسلام من جوف الموت من خرج الحي الذي سينقذنا وسيخلصنا هنا الإبداع الطوبولوجي هنا الإبداع المسيحي الطوبولوجي الذي لا يعرفه الأستاذ رشيد كيف تستخرج نبوءة عن المسيح عليه الصلاة والسلام من التواري تادرسي عقوب ملطي يقول لنا لما نزل شمشون إلى تمنة ليتزوج امرأة فلسطينية يقول عنها القديس أغسطين بأنها زانية مع أنه الكتاب لم يصف زوجة شمشون الفلسطينية بأنها زانية الزانية كانت واحدة أخرى في غزة طيب المهم يقول حمل هذا العمل رمزا رمزا يقول حمل هذا العمل رمزا لعمل السيد المسيح الذي نزل لا إلى تمنة أي إلى قسم معين إنما إلى الأرض ليخطبها بنفسه من بين الأمم عروسا من هي عروسته هي كنيسته الممتدة من أقاص المسكونة إلى أقاصها يعني هو في الحقيقة قصة شمشون هي حديث عن المسيح لما نزل أترك البنات الإسرائيليات وتزوج امرأة غير إسرائيلية كان في الحقيقة شمشون رمزا للمسيح الذي ترك شعب بني إسرائيل وراح وخطب لنفسه واحدة أممية فكذلك المسيح ترك شعبه إسرائيل وأصبح أمميا خطب كل أمم الأرض ممثلة في الكنيسة هذا يسمونه يا أستاذ رشيد يسمونه الطبولوجي ثم يتحدث يقول عندما شق شبل الأسد المسيح يقول نزل شمشون ووالده لا تمنى مر على أسد فشقه كشق الجدي وليس في يده شيء يقول كأنه بالسيد المسيح الذي كان بين خاصته اليهود قبل أن يلتقي بعروسه الأممية في أصلها قد التقى بإبليس الذي يجول كأسد إبليس هو الأسد المزمجر ملتمسا من يبتلعه إيش اللي حصل شمشون شق هذا الأسد كشق الجدي كذلك المسيح شق إبليس كشق الجدي وإذا به يشقه بين يديه حين بسطهما على الصليب لما انشق الأسد بيدين عاريتين هي تمثل يد المسيح وهي معلقة على الصليب فحين كانت يداه معلقتان على الصليب كان في الحقيقة يشق هذا الشيطان إلى قسمين يقول تادرسي عقوب قتل شمشون كيهودي هذا الأسد قتل شمشون كيهودي هذا الأسد فوجد في جوفه عسلا العسل اللي في داخل الأسد الميت كان رمزا للميراث الذي يخلص إذن كما أنه أخذ العسل من بطن الميت فكذلك من بطن الأرض ومن بطن الموت انتزعنا خلاصنا عندما قام المسيح من الأمور قال بعض الأباء إن الأسد يشير إلى المسيح ربنا كان نموذج للشيطان الآن صار نموذج للمسيح طيب وهذا الأمر لائق جدا ليش؟ لأن المسيح بعد موته وجد طعاما أخذه من فم الأسد أو من بطن الأسد لأنه أي شيء أحلى من كلمة الله هكذا يصنع الطبولوجي يمكن أيضا إذا حبيت أن تفهم الأسد على أنه الأمم الذين آمنوا بالمسيح عليه الصلاة والسلام وممكن تفهم الشيطان كما مر معنا ثم يقول شمشون يرمز للشعب اليهودي كان أول رمز للمسيح الآن صار رمز لمين؟ للشعب اليهودي الذي قتل السيد المسيح صار السيد المسيح هو الأسد كان الأسد هو الشيطان عندما طلب الاتحاد المرغوب فيه مع الكنيسة ثم يقول لذلك فإن ربنا هو ذات الأسد الذي غلب وغلب غلب حين قتله اليهود لكنه غلب بنصرته على الشيطان بموته على الصند التفسير الطبولوجي مفتوح تستطيع أن تفسر الأسد على أنه المؤمنين تستطيع أن تفسره على أنه الشيطان تستطيع أن تفسره على أنه المسيح الطبولوجي يسمح لك بكل شيء السؤال يا أستاذ رشيد أين تجد السياق في هذا كله؟ لا وجود للسياق أبداً لا وجود لللحاق أبداً قصة شمشون عبارة عن قصة تاريخية لا علاقة لها بيسور ومع ذلك ها أنت تراها ليس في موضع واحد في عدة مواضع هي في الحقيقة طبولوجي مثال للمسيح عليه الصلاة والسلام يا أستاذ رشيد قبل أن تطالب مناظرك بأن يرجع إلى مدارس التفسير عليك أن تتعلمها وينبغي أن تشكرني لأنني افتتحت مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الألف إلى الياء لأعلمهم ما جهلوا من دينهم مثل الطبولوجي لو كنت مستمع لهذه الحلقة قبل المناظرة لما طالبتني بالسياق أبداً ولما ذكرت هذه الكلمة أبداً لماذا؟ لأن المسيح والإنجليين وعلماء الكنيسة كانوا يؤمنون بنظرية تفسير الطبولوجي أن تذهب إلى قطعة في العهد القديم لا علاقة لها بيسوع فتجعلها رمزاً ليسوع لماذا؟ لأن كل جملة كما يقولكم مسترجوس كل أصحاح هو في الحقيقة نبوءة عن يسوع كنت أتمنى أن أنهي كل ما يتعلق بالأستاذ الرشيد في هذه الحلقة لكن يبدو أنني مضطر إلى حلقة تالية في الأسبوع القادم إن شاء الله نظراً لانشغالنا في العشر الأوائل من ذي الحجة سنؤجل الحلقة إلى ما بعد عيد الأضحى في الحلقة القادمة أو في الأسبوع القادم إن شاء الله في الساعة التاسعة سأقدم حلقة مسجلة في سلسلة بين العقل والدين ثم ألقاكم بعد عيد الأضحى بإذن الله تبارك وتعالى إخواني وأخواتي لا تحرموني من صالح دعواتكم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته ملاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعرى أو سافر الطير إلى أرض الحجاز مخفرة من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة أرجوك وافق من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة